الفيديو الحالي هو اول فيديو من سلسلة فيديوهات هنتكلم فيها عن نيوتنز لوز لقوانين كتير هنخص منها أوف موشا عنده تلات قوانين تخص الحركة وكان كل ما يتكلم يعلم له قانون فيريته ما كان يتكلم قانون الاول بيقول لو عندنا جسم ساكن أو بيتحرك بسرعة ثابتة هنقول دلوقتي يعني ايه بيتحرك بسرعة ثابتة فالجسم يظل بنفس حالته ما لم تؤثر علي قوة خارجية تغير من حالته عندنا جسم كتلته ام بفي ام جيل تحت وفي رد فعل للارض الفوق وهو ساكن يفضل ساكن خلاص حالته مش تتغير طالما فيش قوة اثرت عليه تغير من حالته طب ممكن يكون بيتحرك بسرعة ثابتة نفس الجسم بيتحرك بفي من البداية وخلال فترة زمنية تي نفس السرعة في ما تغيرتش وقطع مسافة اه اطع مسافة فيش مشكلة المسافة دي اكس يبقى جسمي بيتحرك بسرعة ثابتة خلال فترة زمنية او تايم انترفال تي وقطع مسافة دي اكس برضو متأثرش علي قوة لا احنا لما نكون ساقين السيارة بمئة كيلومتر بر اور او مئة وعشرين بيكون دايسين بنزين والمتور شغال يبقى فيه فورس بتزوء السيارة فعلا الكلام ده صحيح ولكن فيه فريكشن الفريكشن ده من الهوى من الارض سواء وبقى صندوق بيتحرك سواء تلاجة بنزقها سواء سيارة طيارة واتفر فيه قوة اوبوزت للفورس قوة فريكشن او قوة مضادة للقوة اللي بتحركوا اللي يبذلها المتور القوة نكتب عليها FR تعادل بالقيمة ال F وتضضها في الاتجاه يسوي بعض تماما وبالتالي الجسم يتحرك بسرعة ثابتة في حالة الام جيل تحت قلنا ان فيه رد فعل الفوق مساوي له في المقدر ومضض له في الاتجاه ولا الجسم يطير وده القانون الثالث لنيوتيد يقول لي كل فعل رد فعل مساوي له في المقدر ومضض له في الاتجاه الام بتضغط على الارض بام جي قوة اسمها ام جي الويت بتاع الجسم الارض بترد عليه بنفس المقدر ان وبالتالي الجسم بتحركش في اتجاه الواي طب في اتجاه الاكس مش رد فعل بقى عندنا فورس وفريكشن فورس قوة وقوة مضادة لها فلو الجسم يتحرك بسرعة ثابتة او ما تحركش خالص حاولنا انزق صندوق مثلا بميت نيوتون ما تحركش لان فيه فريكشن ميت نيوتون لابد انزق اكثر بقوة اكثر من اقصى قوة يبدلها الفريكشن عشان الجسم يبدأ يتحرك فالجسم يبدل ساكن 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 تزيد تزيد لغاية ما الف تزيد عن الاستاتيك فريكشن اللي هو الف او الفريكشن فورس او فريكشن فورس اذا زادت عنها يبدأ الجسم يتحرك طب الميو الف ورده بيساوي ايه لو الجسم بيتحرك اسمه ميو كي او بيساوي ميو كي لو بيتحرك ميو كي مش بلاش اكتبها دلوقتي شان ما نطلق بطش بعد شوق لما يتحرك هنقول بتساوي ايه لغاية دلوقتي احنا بنتكلم في حالة السكون لو في فرس بتزوء وفي فريكشن بيعاكس والجسم ما تحركش يبقى لسه الجسم في حالة سكون وبالتالي القوة تكون متوازنة فنكتب الكلام ده نقول ايه او البطشك کكون Language يبقى الابجكت أيترست او ايه ايه تشتغ consumo with a constant velocity إذا نستنتج إيه؟ إن سجما الفورس في اتجاه ال-x equals 0 سجما الفورس في اتجاه ال-y equals zero. سجما الفورس في اي اتجاه equal zero. لماذا؟ لأنه لو مش بتساوي zero الجسم هيتحرك بأكسلاريشن. يبقى قلنا القانون الاول جسم لو ساكن او بتحرك بسرعة ثابتة مجموع القوة عليه بصفر. طيب لكل فعلي رد فعلي مساوي له في المضاد له في الاتجاه ده القانون الثالث. اللي استنتجنا منه او ممكن نستنتج منه طالما ان سجما الف وي equals zero في الشكل اللي على اليسار. إذن ال-n رد الفعل مينس ال-mg يساوي صفر. إذن ال-n يساوي mg القانون الثاني بقى الأهم اللي هنستخدمه كتير في إيجاد ال-acceleration لو أثرت على الجسم قوة غير متوازنة. يعني ال-f أكثر من ال-fr نوصل السطح ده كده عشان الجسم يقعش مننا. الجسم هيبدأ يتحرك ب-acceleration يبقى في حاجة جديدة هي اسمها acceleration وساعتها الفورس اللي في الفداية الانيشيال فلوستي هنسميها v-n و v-n سميها v يبقى إيه اللي اختلف اختلف ان السرعات ما بقتش متساوية ده كل لما الجسم يتحرك السرعة بتاعته تضايق من v-n هيوصل لل-v خلال acceleration يعني سرعة تتزايد تتزايد طالما ان ال-f أكبر من ال-fr ممكن بعد شوية نشير ال-f مثلا ده يصير على البنزين نشير الجديدة على البنزين السيارة تبدأ تبطأ لان فيه فريكشن فتبدأ تقف بعد شوية فيكون الفورس اللي عليه فقط في الاتجاه المعاكس لاتجاه الحركة وبالتالي يبقى فيه ديسيلاريشن طيب قانون نيوتين الثاني يقولي يقولي ان signal force لان اكتب الاول مقدمة if unbalanced forces يعني فيه net force ده اللي اقصده net force لا تساوي zero ساعتها نطبق القانون الثاني اللي بيقول signal f تساوي ال-m في ال-a في حالتنا ممكن نقول ان ال-acceleration يمين ده الاتجاه البوزيتيب هكتب ده الاتجاه البوزيتيب طبعا نفرض اتجاه البوزيتيب يفضل مع ال-acceleration ايضا في الشكل اللي اقصدنا اللي احنا شايفينه فوق ده f minus f لان ال-f في اتجاه ال-acceleration هو اتجاه البوزيتيب اكس اكسس في حالتنا ال-f-r عكس اتجاه الحرك يساوي ال-m-a ده اشهر قانون هستخدمه في كل الشابطر وفي اشكال كتيرة او مع اشكال كتيرة بعض الملاحظات قبل ما ناخد مثال مثالين على القانون اللي احنا شايفينه قصدنا في شكله البسيط احنا قلنا الثلاث قوانين القانون الثاني نستخدمه في شكله البسيط مع جسم واحد مس واحدة كتلة واحدة وفي الاتجاه ال-horizontal او horizontal direction ملاحظة لو عندنا الجسم وعليه قوة بس ميلة f واخدى زاوية ثيث ايه اللي هيفرق معانا طبعا ال-f-r نفس الشيء اتجاهها عكس الحركة ال-m-g لتحت ال-n الفوق هيفرق معانا ال-n وهيفرق معانا ال-f وهنقول يعنيه ف-r هبدأ بسجمال f-y واقع 0 لان الجسم لا يطر وهفصل المعادلة ال-n الفوق positive plus f ال-f تتحلل مع ال-x axis بcos لان الجسم معروفة ومع ال-y sin minus mg equals zero ومنها اقدر اجيب ال-n يبقى ال-n مش دائما تسوي mg في الشكل اللي فوق ده لدينا ان ال-n تسوي mg ون الفوق mg التحت واستنتجنا ان ال-n تسوي mg لذلك انا عايز انبه ان هي مش قاعدة لا حسب بقية القوى اللي موجودة على الجسم عندنا ال-f ميلة تحللت بقى فيه f sin لفوق مع ال-n مينس ال-m-g سوي صف ممكن الفرصة تكون العكس تاخد وهي ماشية تمشي كده او تزق كده او تبوش كده الشكل هذا يقول ايه n-f sin لو هنا مثلا phi مينس mg سوي صفر وبالتالي ال-n تختلف يبقى مش دائما ال-n لها نفس المعاكل او نفس القيم مش mg دائما لا ممكن تختلف دي اول حاجة الحاجة الثانية الملاحظة اللي عايز اقولها في الشكل ده ان sigma ال-f x يساوي m-a لان ال-acceleration في اتجاه ال-x ما اقولش f لا هنا يكون f cos theta مينس f r بخلاف الشكل اللي فوق قلنا f مينس f r يساوي m-a ايه يبقى ناخد بالنا من الملاحظتين وهنشوفهم في مسائل دلوقت اخر حاجة عايز اقولها قبل ما ابدأ مسائل ان ال-acceleration اللي احنا حسبناها لي اقدر ادخلها مع شبطر 2 في قوانين الحركة يعني اقول ان ال-v النهائية تساوي ال-v الابتدائية plus 80 اقول ان ال-dx equals v نوت t plus half a t square قانونين دول هنستخدمهم بكثرة وايضا القانون الثالث اللي هو v square equals v نوت square plus 2 a delta x ايضا هنستخدمه بكثرة الثلاث قوانين هنستخدمهم بكثرة لايجاد المسافة مثلا اللي تحركها الجسم بال-acceleration اللي حسبناها خلال 3 seconds او يقول لي ان هو تحرك 100 متر يبقى كام او ايه المدة اللي تحرك فيها المسافة دي او يقول لي ايه سرعته النهائية بعد مدة معينة تيرفر طايم محدد يبقى الثلاث قوانين هنستخدمهم لايجاد الكاينيماتيكس اللي مستتعلقش بال-force نحن الوقت درسنا الكايناتيكس اللي هي دراسة حركة الجسم مع الفورسس المسببة لهذه الحركة وهندخل معها الكاينيماتيكس اللي شفناها في شابتر 2 اللي كانت بدون الفورس دلوقت هناخد كم مثال او كده مثال على حركة جسم وحيد مش جسمين مش كتلتين اه في خط في شكل افقي وبعد ما نخلص هناخد جسم وحيد في شكل vertical وبعد شوية هندمج جسمين مع بعض بينهم روبز حبال بعد شوية ان كونتاكت بين تو ماسس بعد شوية هناخد يعني في مجموعة افكار كتير هنتطور شوية شوية مع شابتر 4 وكل مرة اللي هو وكل شوية هناخد يعني تكة زيادة وهنشوف بعض الافكار في المسائل اللي مش قولها في الشرح مش عايز اتقل في الشرح يبقى تقيل جدا وفي كل المعلومات يعني ده اغلب اللي خصنا في حركة جسم وحيد ولكن في امور اخرى هتتقال في الامثلة لما يجي نتحرك رأسي هنقول بعض الافكار الاخرى لما يجي نتحرك نقول جسمين مع بعض نقول بعض الافكار الاخرى دائما في الشرح هتلاقي معظم المعلومات ولكن هناخد من الامثلة ومن الاسئلة بعض الافكار الاضافية